السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي اعملين ايه يا رب يكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل حاجة سهلة جدا وسريعة ومنتشرة جدا في البيوت المصرية صنية البطاطس بالفريخ. طبعا كل واحدة ليها طريقة في صنية البطاطس في الفريخ. انا النهاردة هملاعلكم باسهل الطرق. ان شاء الله مش تاخد مننا وقت. وهو الرهالك ازاي ممكن نحفظها كمان. تقعد معنا يومين وتلاتة واربعة. بقى كان نطلعها هنطبخها تاني. نكمل طبخها تاني واكنها لسه طازة جديدة. كنك لسه عاملها في ساعاتها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول للمقادير. المقادير كيلو بطاطس او كيلو ونص بطاطس زي ما انت عايزة. بس انا هقطعها تخينها شوية. بصوها اقطعها تخينها كده. عشان خاطر اه احنا هنحط فعل فراخنا اياه. فعشان تستوه مع بعض ما تتريش هي. عايزة ده كيلو لربع طماطم مفروم اه نعمة قوي. عليها معلقتين صلصة لان الطماطم خاضرة اليومين دول. بصلاية كبيرة مفرومة. دي هنحطها للفراخ. وعايزة بصلتين حلق. واربع خمس ست سبع فصوص طوم. البطاطس بتحب التوم والبصل. فرخة زي ما انت عايزها تجو على اربعة اربعة طبعا مخصولة وكتمنقها في ملح. ماشي. التوابل هنحتاج معلقة كبيرة فلفل معلقة كبيرة ملح ومعلقة نصف ملح. بس هنخلي بقى لنا لو احنا غسلين الفراخ بالملح ونعينها فيها نخلي بقى لفراخ تبقى واخدى من طعم الملح. معلقة كمون. تعرفين انا بحب احط الكمون في البطاطس. ومعلقة سكر. ماشي هنقسم التوابل دي على مرحلتين. وزيت. مش هنحط زيت كتير هنحط حوالي معلقتين زيت لان الفراخ ناية والفراخ فيها دهن. ماشي هنجيب الصينية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحتاج شوية مياه زبايرين. انا مش هحتاج شربة طبعا ان الفراخ هتنزل لي شربة. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب الصينية. احنا بس هنداخل شوية كده شوية بحاجات. هكده ايه? نجيب الصينية الاول كده. نجيب الاول الفراخ. طبعا احنا كلنا عارفين انا بخسل الفراخ. بدي الدرة. بالمالح وديه الدرة وبايه? المالح وديه الدرة وبنقحها فيها. ما بحطش فيها لخل ولا اي حاجة. هبتدي انزل اخد الملح شوية من الملح وشوية من الفلفل. وشوية من السكر. مش هاخد كمون. الملح وفلفل بس. وشوية من السكر. هبتدي ادعى كده قوي. هبتدي احط. بصوا بقى الفراخ. هبتدي احط هنا كده. في الجراب ده ده من اللي يبقى موجود. هنا في الورق. كده. وحط تحت الجلد. بصيه هتجيلي تحت الجلد كده. وتحطيه تحت الجلد. انا عاملة صينية اكبر من الحجم. يعني انا عاملة صينية اكبر من الحجم بتاع الفراخ والبطاطس. عشان كله يستوي في وقت واحد. انا هتبت كده. دي اسهل صينية بطاطس ممكن تعمليها لو انت جاية مش شغل وويست عجلة. تروحي عاملها في ثواني وتبقى في متاج جميل. اسهل صينية بطاطس. خلاص احنا خلصنا كده. ندعى كله مع بعض كده. هنتجي نتخلها كده شوية. هنتجي نعمل ايه? ناخد البصر الحلق والطول. ننزل بيه. كله. طبعا كل الحاجات دي هتتغسل بمية وصابون جابت عشان احنا مسكنا فراخ. خلي بالكم النقطة دي يا جماعة. اللي بيمسك فراخ. لازم يخلي باله انه هو لازم يغسل ايده كويس. قوي قوي قوي. بمية وصابون قوي. كل حاجة وتخسلي الحنفية وتخسلي الحد. يعني الا لما يكون في فراخ او لحمة انت بتستعمليها. هدعك كده قوي. قوي كده. واروح نزلها بالبطاطس. انا هنا مش هحتاج شربة. ليه? لان الفراخ عندي نية وهتعمل لي شربة. تجي لخبط كله بقى. بصر تجي بقى اخد بقى الفراخ. مع البطاطس. تجي لخبط كله. في حاجة هنا. انت هنا لو مش عايزة عصير طماطم. قطعي تلات اربع طماطميات. قطعيهم. يعني مكعبات وخلاص. ما تعصيرهمش. لكن لو انت عايزة تعمليها حمرة. زي ما احنا هنعملها كده. مليها حمرة. بصوا كده. نروح عاملين ايه? هازلين. بدي كده. عليها من اولها الاخيرة. خلاص. كل ده هيتغسل بالصباح. ماشي. هتمسك الجزيزة. الجزيزة برضه هتتغسل. روح مسكة. مية. هنعمل ايه بقى? كده. خلاص. نعمل كده. هنبتيجي دي بقى هنعمل فيها ايه? دي هنحطها على البتكاز. تغلي جميد قوي. يعني نغطيها في فويل. نغطيها باي حاجة. عايزها تغلي جميد جدا. لما تغلي قوي. قلوتين تلاتة. حوالي مسلا روبع ساعة كده تغلي. روح فتحة الفرن. حطها في الرف الوسط. طبعا شالة الغطة من عليها. او شالة الورق من عليها. عشان خاطر آآ تستوي. انت بقى عايزة مسلا. انا هعملها وبس مش هطلعها النهاردة. ايا مسلا هعملها دي انا مش هطلعها النهاردة على الغدر. هعملها عشان بكرة. هعمل ايه? هتجلغ لوقتين التلاتة بتاعتها دول الربع ساعة وتلت ساعة البتكاز من فوق. واروح موطق. اطفيا النار. واسيبها تبرد تماما. واغطيها ودخلها في التلاجة. خلاص? هنيجي يومين تلاتة اربعة عايزة اطلع سانية البطاطس. يا اما تحطيها في الفريزر اما تحطيها في التلاجة. لو تلاكت كويسة انا بتسعها كويس. اروح مطلعها. مسخانة فورنة حامية. وحطها في الرف الوسط. هتطلع معاك اكينك لسا عاملها طوزة. فدي الطريقة لو انت عايزة تعملي سانية البطاطس. لان في ناس بيقولوا سانية البطاطس بتشد وبتبقى مش حلو وما ينفعش تشيليها ومنفعش. لأ. دي ينفع جدا وتتشال ومش هتقول لأ وبتبقى في منتاج جميع. خلاص? وانا هوريها لكم في المرحلة الاخيرة بعد ما تستوي. بصوا هنا يا حبيبي شايفين هنا بتبقلل الزيت وبتغلي. هنعمل ايه? هنحط الزيت. نشي? هنحط معلقتين الزيت مش هنحط زيت فيه. هم معلقتين اتنين بس. وعلى فكرة انت ممكن ما تخطي الزيت مش يجري لك حاجة ولا سمنة ولا اي حاجة من الفرخة نفسها بتحتنزل الباني بتاعتها. هي لسه كده بتغلي. هسيبها تغلي شوية تاني زي ما اتفقنا. احنا مش عايزان هنهاردة هتغلي كده هروح طفي عليها واروح مدخلاها للتلاجة لما تبرع. او دخلها الفريتر. وبعد يومين تلاتة ا اربعة وقت ما تحتاجيها طلقيها هدخليها في الفرد. انا هسيبها تغلي زي ما هي عايزة وبينها ادخلها لفرد. اووريها لك في التقديم بقعة. بسوا هنا يا حبيبي دي لما تلاكم الفرن. ادي شكلها. تستاني لحد ما تسبك كلها في الفرن وتحمر والشع. لو حسيت عايز تديها حمر زيادة اشغالي عليها الشوية. واووريها لكم في التقديم. هنا يا حبيبي دي شكلها في التقديم. طعمها طحفة ريحتها رائعة. بسي البطاطس. مسكة نفسها. مش مهرية. برغم ان هي مستوية نفس سوى الفراخ. بس كله مع بعضه متسبكة حلوة اوي ريحتها رائعة. لما تحط فيها رشة الكمون تبقى حلوة جدا وهي نايف نايف تبقى جميلة جدا. ممكن تحفظيها زي ما قلتلك تشيليها لتاني يوم او بعدها الاخر الاسبوع هتديك نتيجة حلوة اوي برضو نفس النتيجة. يا رب طريقتي تكون عجبتكم في صناية البطاطس. هنعرف ان في كتير يعرفوها. بس اتمنى تكون عجبتكم طريقتي. لايك وشير. وتشتركوا في قناتي. بحبوك اوي اوي انا حنال رمضان.